السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى طيب نجي الآن نشوف أي صفحة الانترنت زي ما شفنا اللي هو صفحة الانترنت فعلياً راح تكون عندنا بالشكل هذا أو الشكل اللي احنا نشوفه في المنطقة هذه هاي عبارة عن صورة من صفحة الانترنت فعلياً صفحة الانترنت هذا الكلام اللي احنا نشوفه هنا الترجمة حقتها هذا النص اللي موجود أو الكود هذا اللي موجود هذا الترجمة حقتها ففعلياً اللي قاعد يصير وشه لما أنا أطلب صفحة انترنت أو أدخل على صفحة الانترنت يرسل الطلب حقي إلى السيرفر السيرفر بيرسل لي ملف HTML عندي على البراوزر شيء اسمه Rendering Engine أو مترجم الصفحات مترجم الصفحات هذا بيحول الكلام اللي موجود هنا إلى شيء أستطيع أن أنا أقرأه المهم جداً نحن نفهمه هنا هو شيء أساسي أن في أي صفحة انترنت لها قسمين أساسية القسم الأول نحن نسميه الهد أما القسم الثاني اللي نسميه البادي عادةً عادةً البادي هو الجزء اللي احنا راح نشوفه كمستخدمين أما الهد فهذه الشلون فعلياً الصفحة هذه المفروض أو خلينا نقول تعليمات من صاحب الموقع إلى البراوزر اللي موجود عندك على الجهاز شلون يترجم الصفحة اللي بيجيه هاي تقريباً كل اللي احنا يهمنا الآن أن نحن نعرفه في الجانب هذا فالمهم هنا أن نحن نعرف أن أي صفحة HTML تم قسم قسمين قسم الهد وهذا الشيء يكون يعني خلينا نقول مستخدم من قبل البراوزر حقك فقط أما أي شيء في البادي راح يكون هذا الشيء اللي يظهر عندك أنت كمستخدم للموقع هذا أو زائر للموقع هذا خلينا نوريكم هنا بشكل مباشر وش اللي ممكن احنا نشوفه لو نلاحظ هنا في الكلام اللي موجود التايتل هنا هذا الشيء اللي يكون فيه عنوان اللي هو الصفحة اللي موجودة فمثلاً هنا خلينا نقول this is the first example in the course of web systems and technologies هنا كل اللي أنا باكتبه الآن أباجي أبقول hello world الآن ما راح أشرح أي شيء لكن المهم جداً عندي أنه هنفهم وش اللي قاعد يصير لاحظ هنا الآن this is the first and technologies لو تلاحظ النص اللي موجود وهنا كلمة hello world هذا فعلياً الصفحة فبالتالي أنا لو جيت هنا وكتبت هنا hello world في المنطقة هذه مثلاً فعلياً ما راح يظهر أي شيء في الصفحة ليش؟ لأن أنا عندي عشان أظهر الصفحة جزء من هنا من البادي وتحت هذا الشيء اللي بيظهر للمستخدم أما الهد وفوق هنا هذا الشيء اللي يفهمه أو اللي يترجمه أو اللي يحتاج لنا يترجمه المصفح المتصفح اللي إحنا نستخدمه وبإذن الله تعالى لما نمشي فيه جميع الدروس المقبلة راح نشوف بشكل أكبر إشلون إحنا ممكن نستفيد من أو نكتب الصفحات هذه الموجودة عندنا في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكون استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بذل الله تعالى على قناة Education Life Made Easy ترجمة نانسي قنقر